الغزيرة التي شهدتها يوم أمس توفي خمس مواطنين بين بينهم امرأة واحتجزت أكثر من ثلاثين مركبة في بطون الأودية والشعاب وتم إيواء أكثر من سبع عوائل وإنقاذ أكثر من عشرين من بين المفقودين الناطق الإعلامي باسم مدينة عرعر قال إن رجال الدفاع المدني قاموا منذ هطول الأمطار يوم أمس وحتى هذه اللحظة بمباشرة عمليات إنقاذ وإيواء لعدد من المنكبين وتم اليوم افتتاح طريق عرعر الدولي بعد أن تم إغلاقه يوم أمس بسبب الأمطار سننتقل مع المشاهدين إلى صور الأقمار الصناعية ومتابعة تداعيات سيول المملكة العربية السعودية وبالتحديد المناطق الشمالية ما زالت صور الأقمار الصناعية تشير إلى هناك المزيد من الأمطار المتوقع على المناطق الشمالية ستكون غزيرة على مدار اليومين القادمين ممكن أن تتأثر أيضا المناطق الشرقية على مدار الثمانية وارعين ساعة القادمة بالنسبة للمناطق الجنوبية والغربية ستكون هناك